السلام عليكم ورحمة الله أحبة في الله مرحبا بكم في أول موعد المسائين أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال كالعادة وصلي اللهم وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين ونبدأ على بركة الله مع أول فؤال من عند الأخت والمتتبع الوفية بوعمور الأنزلي فكتقول سلام أختي وفاء الجميلة أعرف أنك جميلة عفاك حبيبتي أنا أستعمل واقي شمسي نتغاليا أخذت حاليا دايلونك بشرة جافة والمرطب أستعمل أبوساش في النهار وقليل نرطب بخلط زيت اللوز الحلو وزيت السالمية وزيت النافع ملعقة من كل زيت ونضيف وتنظيف أستعمل سابون ضوف محكوك نضيف لي ماء روز غير مغلي وملعقة صغيرة من الكركم أشدهر لك أختيمة على علم أني كنعاني من كلف قديم هذا هو روتيني اليومي مع بشرتي حيث داويت مدة ثمانية أشهر حتى بشرتي ترهقات وقتاش نقدر نستعمل وصفات طبيعية يارني حبس دوا شهر نصف وشكرا غاليتي وفا فكل الشكر لك حبيبتي وعمور العنزولي على كلماتك الطيبة على ثقتك في القناة وثقتك في أختك فأتمنى دائما أن أكون عند حسن الظن جيد جدا أنك ذكرت الواقي الشمسي الذي تستعملينه وأنك يعني غيرت الواقي الشمسي من نطيراليا إلى دايلونغ هذا جيد جدا لأن الأشخاص الذين يعانون من تسبغات جلدية ضروري ضروري أنهم يستعملوا أو يتقيدوا بواقي الشمسي جيد جدا لتكون عنده الحماية جد عالية هكذا سيحميوا البشرة ديالهم من الإصابة بتسبغات جلدية جديدة وكذلك من تدهور وتفاقم حالة التسبغات الجلدية اللي كانت في الوجه ديالهم دابا هذي مسألة دايلونغ إذا أخذت الأورانج وعندك المرتقالي وعندك بشرة جافة فهذا سيأتيك بزاف ويعجبك ووالي من البشرة ديالك المرتب كتستعملي أبوساش فإذا كنت تكلمي على أبوساش من الحجم الصغير يعني 50 أو 40 أمال جوكوة فهذا رأس صالحة للبشرة وغادي تؤلمك مزيد ولكن إذا كنت تكلمي على أبوساش من الحجم الكبير فدائماً كنقول لكم الكريمات أو المنتوجات المرتبة اللي كتكون ذات الحجم الكبير 200 أمال فمافق فهذه ما كتصلاحش للوجه ماشي ما كتصلاحش غادي ترطب ولكن ما غاديش ترطب لنا ما غاديش تعطينا ذلك الترطيب اللي إحنا بشرة ديالنا محتاجة له خاصة خاصة إلا كانت عندنا بشرة جهنية فبشرة جافة عفوا فإلا كانت عندك كان عندك أبوساش الكبير فإن في ويسا للحجم صغير لأن هذا كريم في الحجم الصغير وسيغاديه لك البشرة ديالك مزيداً ولكن كان عندك الحجم الكبير فأقول لك كان عندك الحجم الكبير فيوسالي لك اخودي الحجم صغير ويسافة القرى وإستعماله للبشرة ديالك فإذا كريم غني بدمون سوف يغضي البشرة كما يجب هذا من جهة من جهة أخرى قلت بأنك تستعمل زيت اللوز الحلو زائد زيت السالمية زائد زيت النافع فبالنسبة البشرة الجافة أحب ذو كثيرا ويعتق نتائج أفضل إذا خلطت مثلا زيت اللوز الحلو مع زيت الجليسيرين أو كتفيت بوضع زيت أرغان أما بالنسبة الزيت السالمية وزيت النافع وتخلطيه مع زيت اللوز الحلو فلا نرى حتى نتيجة اللي غدي تجيك من مور خلط هاد الزيوت خاصة عرفش أنا واش زيت النافع كتاخديه من البرافرماسي يعني شي حاجة اللي هي مضمونها وهنا كي حضرني واحد التعليق كنت شخصوا واحد مرة فغادي يعني نهضر على هاد المسألة بالنسبة للزيوت فقد سبقها مسألة جد 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 دقيقة ممكنش أننا كننخدو زيوت بواحد طريقة اللي هي عشوائية وكنديروها بطريقة اللي هي عشوائية ما كيعجبنيش بساتا أن أنني بخص البضاعة ديالشي حد ما كيعجبنيش بساتا أنني نقطع الرزق ديالشي حد لأن هذه مسألة قبيحة 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 وبالزاف حد غير هو اللي جزيكم بالخير بالنسبة للزيوت اللي غدي تديروهم البشرة ديالوجه ديالكم فاختاروا زيوت دات جودة عالية وكنناخدوها من طاقة فارماسي أو لا فارماسي فقط بغيتوا ديروا زيت يعني تشريوهم من شي بلاسة وديروه فديروه لشعر ديالكم ولكن اللوجه ديالكم من الأحسن من الأحسن أنكم تبعدوا عليه نحنا ما كنعرفوش ديك زيوت كيفاش كتكون ضروف ديال تحت ديالها ولو أنكم كتشوفوها قدامكم كتتحن فكين بزاف بزاف ديال المعايير اللي كتدخل في هاد المسألة وكتقلل من الجودة ديال الزيوت فليهذا كما كنقولو بالدريجه ديالنا اللي غدي تخلينا غدي نخليوها يعني الزيوت مسألة دقيقة حساسة كتدخل فيها بزاف ديال المعايير كيفاش كناخدو هادوك هادوك المنتوجات واش كيتغسلوه واش كيتمسحوه او ديك المواد عفوا واش كيتغسلو واش كيتمسحوه كيفاش كيتعصره واش ديك الأهل اللي كيتعصر فيها نظيفة ومعقامة طريقة العصر واش كيفاش كتكون بالبارد افخوه او لا اشو وهذه حتى هي مسألة كتلعب دور كبير في الجودة طريقة التعليم او طريقة تخزينة هي كتلعب واحد دور يعني كين بزاف بزاف ديال المعايير اللي كتدخل في هاد المسألة فما الاحسن اننا مندروا شي حاجة اللي ماشي هي هادك فانا في نظاري غنخلط زيت الحلو وزيت ارغان وزيت الجليسيرين الى بغيت او كنكتفي بزيت ارغان بحديته او كنخلط زيت اللوز الحلو وزيت ارغان مع بعضهم البعض او زيت اللوز الحلو مع زيت الجليسيرين مثلا لان عندك بشرة شافة فهذا غادي يكون هكا احسن واحتى النتيجة ديال الزيوت اللي غادي نجير للوجه ديالي غادي يعني تجيب مفعول يعني ماشي غادي يبقى غير نخربق ونحط على الوجه ديالي فسؤال ديال الاخت بو عمر الانزولي خدم النوحي الحييز اللي هو كبير ولكن كان ضروري انني نتكلم على هاد المسألة ديال الزيوت وغادي نخصص ان شاء الله فيديو على هاد الموضوع لذلك فهي قالت بانها كمنظف كتاخد سابونة ديالدوف كتحكها جيد ولكن كنظيف لها ماء الروز غير مغلى الماء الروز يعني كتاخد الروز او الاروز وكتخليه منقوع في الماء واحد الموقيته ومن بعد كتتصفي وتاخد ذاك الماء هو اللي كتخلط به الاروز كتخلط به السابونة ديالدوف فهذه مسألة يعني هاد السابونة ديالدوف غادي تدوز واحد الوقيته وما غاديش تبقى صالح يعني غادي تخمر هادك الماء ديال الارس وغادي تنتج عليه فطرياس واشياء اللي ماشي هي هادك وكتزيد عليه كذلك من العقة صغيرة ديالدوف فهذا المسألة يعني اشنو ظهر ليه ممكنش لي ينقولك استمر في هاد المسألة كتحقي سابونة ديالدوف وكتخلطيها بماء ورد اللي يكون طبيعي وعندو واحد الجودة اللي هي عالية وكتفضي به وكتبقى تغسلي به الوجه ديالك بغيتي الكركم تستفدي منه نديرو كقناع يعني ليش غادي نخلطه انا مع صابونة ديالدوف ما عنده تتشم هنا وهذاك الخليط راه غادي دوز واحد وغادي يفسدلك حتى لا معتش رائحة فراه غادي غادي يعني غادي غادي يعني غادي يعني غادي يبقى صالح لكل وجه بساتا فبالنسبة الوصفات طبيعية فممكن جدا جدا انك سبدي هذا باس وقتو انك حبستي دواء ديالك هذي شهر ونصف فراها مدة جد كافية للشروع في استعمال الوصفات الطبيعية الموجودة بالقناة وزكي وصفاتي وانصح باستعمال الوصفات التي بالقناة ولا يعني اضمن وصفة اخرى يعني انك هذر على الوصفات ديالي فما عندي ايش الحق نظر على وصفات اخرى ونزكيها او ندمها او شي حاجة في حلاكتك فالوصفات اللي كاينين في القناة فقط انتقلوا السؤال ثاني من عند الاخت وفا بل فكتقول السلام اختي عفك انا عندي تصبغات خفيفة باش نحص حيني عفك تصبغات اللي هي عندنا خفيفة فغير بالواقع الشمسي والوصفات الطبيعية او شي حاجة ضرب من الخيال تقيد بواقي الشمسي عنده جودة عالية كنحمي راسي جيدة من اشياءات الشمس ونخرج فوقات الدروان وكندير وصفات طبيعية دائما كنذكر اللي كاينين في القناة وانا متأكدة تصبغة جلديا اللي هي خفيفة فغير بالواقع الشمسي والوصفات الطبيعية وبعملية الترتيب اليومية ستخصى فيها التصبغات الجلية في اقرب وقت ممكن الاساسيال هو اننا ممتعوش نخرب الوصفات ونعنو نجربوها ونعنو نجربوها راح كما نقول دائما البشرة كالترهق كانت تعيارة ومنين ستجاوب مع العلاجات ومنين ستجاوب مع العلاجات فبطبيعة الحال ستجاوب باقي ووقفين ووصفات طبيعية وبالتالي ما ستجاوب يعني فيه ما ستجاوب نتيجة فسؤال اخر من عند الاخت من عند الاخت من عند الاخت سنة ضروقي فكتقول واش اختي غير فلويد ولا حتى تنتي وهي كتتكلم على اغياج باغيسان فلويد انتي تاش فهو فلويد انفيزيبل انتي تاش فمني كنظروا على منتوج انتي تاش فبهل احسن انه ميكونش تنتي باش باش هكك يعطينا واحد النتائج اللي هي حاولوا ما امكن تعودوا البشرة ديالكم على انها تحطوا عليها واقي شمسي بلا فونديشن يعني انفيزيبل فراه احسن واجود من ناحية الوقاية حاولوا تقلموا مع الاتاش اللي عندكم في الوجه ديالكم نصف العلاج هو اتقى بالنفس يعني ما مبقوش مهوسين بهدوك تصبغات الجلدية وانا كنغطيهم بالفوندتان باش ما يبانوش باش ما يشوفوهمش الناس ومن بعد الى شافوهم الناس يعني فين كين الخلل شنو غاديوقع مني غاديشوفوهم الناس التصبغات الجلدية احسن احسن كونوا واثقين في نفسكم كلما تعصبتم مع التصبغات الجلدية كلما تقولوا انتم ما بهدل التاغم ديال تعقدت فكونوا واثقين بانا ذيكات تصبغات الجلدية غادي تزيد وبانا الضغط غاديزيد عليكم وغاديتبقوا دائما تطلقوا بناس يقولوا لكم ملكوم و كيف يجربوا هذه فما تبشيوا في هذه المتاهة كونوا واثقين من نفسكم نحمي راسي بواقي شمسي دو جودة عالية در وصفات طبيعية اللي هي معقولة طبيعية نصطر على كلمة طبيعية نخلط هالعسل هالخميرة هالكوركم هالكوركم نخلط دكشي و نضعها على وجهة راه البشرة محتاجة انها تمتص المواد بواحد الهدوء و تشربها و ديك المواد تعطي المفعول ديالها و بطبيعة الحائلة نتكررت بوجهة ديالي يوميا و ندير وصفات طبيعية و ندير الواقع الشمسي ديالي تصبغت و لا تبدأ تغيير ولو انه بطئ ولكن راه كان هذا التغيير فلهذا حبيبتي وفا بل تقيدي بالواقع الشمسي جيدا تقيدي بعملية ترتيب اليومية و خدي وصفات كان في القناة هائلين جدا و ستلقي لهم نتائج اكتر اكتر من رائعة فمنزيدش نطول فيديو اكتر من هذا فعرص بان الفيديو يعني فيها غير ثلاثة الاسئلة ولكن انتم عارفين انه ضروري ما نوضح لكم اشياء لانه في الجزئيات في الجزئيات يكمن العلاج يكمن الاختلاف و تفهموا باش تعرفوا الامور كيفاش هي غادة حيث الى ما فهمتوش الامور كيفاش غادة فهادي حتى هي مسألة اخرى العلاج غادي تعذر و غادي تعطل و بطبيعة الحال غادي تزيدون يعني تأثروا بهذه المسألة و تكهرب الامور و ما غاديش تحسوا بواحد الراحة و انا دائما كنقلب على انكم ترساحوا على انكم تقتنعوا بنفسكم لانكم كلكم 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 ورود جميلة تزينوا اركان الدار اركان قناة و انبطي اقول لكم تبتم و تبات اوقاتكم و ادرب لكم مواهدا بعد قليل في فيديو المساء فيديو مفيد جدا لمن تهمه الافادة لمن تهمه يعني يعني الاستفادة باشياء ربما نحن نجهلها او على دراية بها ولكن هذه الدراية فهي خاطئة لمن يبحثون عن المحتوى الهادف والقيم و جيد اضرب لكم موعدا بعد قليل في فيديو جميل جدا فكونوا في الموعد احبتي في الله اشتركوا في القناة